تعد أزمة السكن واحدة من الاختبارات التي فشلت جميع الحكومات السابقة في اجتيازه فالمجمعات الاستثمارية اقتصرت على أصحاب الدخل العالي أما شراء العقار فهو حلم صعب المنال للسواد الأعظم من العراقيين يمثل السكن وأزمة توفيره الاختبار الأصعب لجميع الحكومات التي تعاقبت على إدارة البلاد منذ 2003 بل ولم تنجح أي منها في اجتيازه حتى الآن التبرز الحاجة الفعلية لما مقدره ثلاثة ملايين وحدة سكنية لحل هذه الأزمة في وقت تشهد السوق العقارية ضراوة في الأسعار تصل أصغر مساحة سكنية فيه لعشرة الألاف من الدولارات وزارة التخطيط وزارة المعنية بالبناء وزارة السكان والعمار يعني كل محافظة موجودة بها دوائر عندنا بكل محافظة تصحر مؤرز زراعية تصحر موجودات صحراوية للدولة تابعة ممكن تقدر الدولة توزحها للمواطن الما عند يعني مثلا سأكون منطقة بغداد بنو بها وصوى الشقق بس الشقق خيالية يعني 300 مليون 400 مليون يعني أنت تبني الشقق للزناقيل والفقرة ويذهب الجميع إلى إن أسباب تفاقم أزمة السكن في البلاد كثيرة أبرزها غياب دور التخطيط العمراني فيما يرى مختصون أن التوجه للبناء العمودي هو أحد الحلول الناجعة للتقليل من أزمة السكن شريطة أن تكون واطئة الكلفة تناسب أصحاب الدخول المحدودة لكن نماذج الاستثمارية التي باتت حكرا على المترفين أزمة السكن عندنا بغداد قلة المساحات كثافة سكانية الكثافة هذه وسط المراحل لأنها مناطق 30 متر تقعد تسكن هذه 30 متر نحن نقدر نستغل هذه 30 متر أربعة نسوي 120 متر ومكان مصر أربعة بيوتر تصير 14 شقة ورح تلغي موضوع السكن تلغي حتى الزخم الشوارع لمنطقة وحدة ومشاعبة وقد تكون مبادرة دار التي أطلقتها الحكومة الماضية هي أبرز الشواهد الحديثة على رسوب السلطة التنفيذية في امتحان السكن اتعادت بإخراج المواطنين من قوقعة هذه الأزمة فيما لم تفلح حياب الخروج من محيط موقع التواصل الاجتماعي التي أعلنت من خلالها وقبالة هذه المعطيات ترتقب الأوساط الشعبية تعهدات الحكومة الحالية التي أطلقتها لحل أزمة السكن وثبتت كفقرة أساسية في برنامجها الحكومي مصطفى الوشء الرابع أغداد